يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والسبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العالمية آمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية البراءة الذهبية ملحق ملحق بانوراما الظهور لازال الكلام في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء الثاني عشر إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربل والحمير الحمير البشر مثلما قسم القرآن رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار الكلام في هذه الأجواء مر متسلسلا في الحلقات الماضية عنواننا الصغير الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقات التي سبقتها أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة وصل الكلام إلى أحمد سلمان وعرضت ما قاله وما ذكره من كلام طوسي وسخ جدا بخصوص اليماني هذا الكلام لا يمثله هو هذا الكلام يمثل الواقع الحوزوية الطوسي وبغض النظر عن المتكلم فإن المشكلة في المنهج منهج الضلال ينتج لنا نتائج الضلال ناقشت هذا الموضوع ولا أريد أن أعيد ما تحدثت عنه في الحلقات الماضية إلى أن وصل الكلام في حلقة يوم أمس إلى التقية وحيث بيّنت لكم من أننا نتعامل مع التقية وفقاً لهذا الفهم حينما نكون عاجزين عن نصرة الحق وخذلان الباطل بالأسباب الطبيعية الظاهرة فإننا سنضطر أن نستعمل أسلوباً خفياً لنصرة الحق وخذلان الباطل وتلك هي التقية لا هي بعقيدة ولا هي بعبادة إنما التقية أسلوب عمل وبينت لكم من أن التقية تقية صغرى وتقية كبرى مر الكلام في كل هذا لا أريد أن أعيد ما تقدم من تفصيل في هذه الحلقة الكلام سيكون متواصلاً مع الحلقات المتقدمة إنني سأتناول في هذه الحلقة الملامح العامة مع تفاصيلها بحسب ما ذكر في النصوص المعصومية الملامح العامة لتكوين الاجتماعي والسياسي الشيعي زمان الغيبة الذي يكون ممدوحاً تحدثت عن تكوين هذا التكوين قد يكون دولة قد يكون حكومة قد يكون مؤسسة عالمية قد يكون تشكيلاً اجتماعياً يتحرك ضمن برنامج موحد إذن حديثنا عن الملامح العامة للتكوين الاجتماعي والسياسي الذي يكون ممدوحاً 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 وفقاً لما تقدم من حديث حول رايات الهدى ورايات الضلال ما كان من حديث حول القيام في وجه الظالمين أو حينما يكون النشاط نشاطاً تأسيسياً لدولة لمؤسسة لمجتمع موحد يتحرك ضمن برنامج شامل للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم فهنا أتحدث عن الملامح العامة لهذا التكوين بحيث يكون نشاط هذا التكوين وعمل هذا التكوين منسجماً مع أحكام التقية الكبرى التقية الصغرى واضحة فهي شخصية ومرد الأمر فيها إلى الشخص نفسه قطعاً الذي يكون متفقهاً يكون على فقه على دراية بالأحكام الشرعية التي يحتاجها هذا أمر يرتبط بالتقية الصغرى أما التقية الكبرى والتي هي النقطة التي تتوجه أنظار البحث في هذه الحلقات إليها سأعرض بين أيديكم مجموعة من الأحاديث هذه الأحاديث تشكل الأرضية والقاعدة النفسية والتي من خلالها ينطلق ذلك التكوين أكان دولة حكومة مؤسسة عالمية مجتمعاً موحداً منظماً يسعى باتجاه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم إنني أقرأ عليكم من الجزء الحادي عشر من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذه طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران إنها طبعة المشهورة والمعروفة والمتداولة منذ خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا في صفحة السابعة والتسعين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثالث عشر عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر قطعاً النهي عن المنكر له شرائطه ولست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة إنما النظر إلى المعنى الإجمالي لهذه الكلمات الشريفة فهذا هو المذاق الإلهي المذاق النبوي المذاق المعصومي Care إر approach ولست للمؤمن أي أن يكون شجاعاً ، يريدون للمؤمن أن يكون ناصراًATORاً للحق وصادعاً به ول свои النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف لأن النهي عن المنكر قد تترتب عليه آثار ثقيلة على الإنسان هكذا يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر وعن نبينا الأعظم أيضا صلى الله عليه وآله إنه الحديث الخامس عشر نبينا الأعظم يقول والذي نفسي بيده ما أنفق من نفقة ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير وقول الخير هو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فهذا هو قول الخير فما هو الخير حينما نتكلم فإن الخير يكون حديثا عن المعروف ويكون حديثا عن المنكر ولا بد أن تعرفوا من أن المعروف على درجات وأعلى درجات المعروف معرفة الإمام المعصوم بها ينجو الإنسان ومن دونها يذهب الإنسان إلى الهلاك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فهذا هو المعروف الأعظم المعروف الأعظم معرفة إمام زماننا من بعد هذا المعروف الأعظم تأتي الدرجات الكثيرة المتكاثرة للمعروف وأما المنكر المنكر أعلى درجات المنكر وفي الحقيقة المراد من أعلى درجات المنكر المراد أشدها أشد درجات المنكر جهلنا بمعرفة إمام زماننا جهلنا بمعرفة إمام زماننا أشد حالات المنكر هذا في الوسط الشيعي إذا كان الحديث عن الوسط غير الشيعي أشد درجات المنكر النصب والعداء لإمام زماننا النصب والعداء لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وبعد ذلك تأتي الدرجات والمراتب الأخرى نبينا الأعظم يقول والذي نفسي بيده ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير هذه المفردات الفكرية وهذه القواعد الشرعية تشكل أرضية لثقافة دينية لحالة نفسية عند الذين يقولون نحن شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه في صفحة السابعة بعد الأربعمائة إنه الباب الرابع الحديث الأول إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على فناء أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو الذي يقول إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة الخاصة هم زعماء الشيعة الزعماء الدينيون والزعماء السياسيون هؤلاء هم الخاصة الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين هنا إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام قبائح المراجع قبائح كبار رجال الدين قبائح زعماء الأحزاب الشيعية الدينية قبائح رجال الحكومة والسياسة من الشيعة إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العام استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل وهذه العقوبة قد تكون ساخنة في بعض الأحيان وحينئذ تكون مشخصة لكن العقوبة إذا كانت باردة الإنسان لا يستشعر بها العقوبة الباردة الجهل المركب الضلال المركب يزدادون ضلالا فوق ضلالهم يزدادون جهلا فوق جهلهم الحماقة المركبة الحماقة أساسا هي جهل مركب ولكنها تكون مركبة أيضا حيث تكون جهلا مركبا فوق جهل مركب وهذا بالضبط بالضبط هو حال مراجع النجف وكربلاء حماقتهم مركبة ضلالهم مركب جهالتهم مركبة جهلهم مركب كل شيء عندهم مركب ويتفرع على هذا أن الأمور ستجري على أتباعهم بنحو أسوأ إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة في زماننا لا يوجد سر في زماننا لا يوجد سر الإنترنت فضح كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخصي إنها أجهزة الموبايل بكل ما تملكه من قدرات لم يبقى هناك من سر الفضائيات والإعلام أنا وغيري من المتحدثين لم يبقى هناك من سر لم يبقى هناك من سر لا توجد أسرار قطعا أتحدث بالإجمال وإلا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فهناك الكثير والكثير من عورات مراجع النجف وكربلاء ومن عورات قادة الأحزاب الدينية الشيعية ومن عورات الحكام الشيعة والسياسية والسياسيين هناك الكثير في الكواليس لكن الحكاية صارت واضحة فما ظهر على خشبة المسرح وتضح جليا للمشاهدين فإن ذلك يكشف بطريقة وأخرى ماذا يجري في كواليس المسرح قذا رهت فوقها قذارات لني أتحدث عن المرجع الأعلى وعن سائري مراجع النجف وكربلاء وأتحدث عن الأحزاب الشيعية وقادتها قذا رهت فوقها قذا رهت وبتعبير واضح خراء فوقه خراء هذا هو الحال الواضح للواقع الشيعي في أجواء مراجع الدين وفي أجواء أساسة المتدينين الذين يقولون بأنهم متدينون إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العام استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل فأقول لمن يلوم قناة القمر حجر بفيك حجر بفيك إنك تتحدث بمنطق الحمير قناة القمر تتحدث بمنطق الأمير وهذا هو منطق الأمير حجر بفيك يا أيها الناطق بمنطق الحمير صفحة 416 إنه الباب الثامن الحديث الثالث عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه قال موسى ابن عمران إنه كليم الله يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فأوحى الله إليه الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم البرية النظيفة الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلال ذكر آبائهم إلى أن قال والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا جرح هذه الثقافة تؤسس لشجاعة في قلوب المؤمنين هذه الثقافة تؤسس لألسنة ناطقة بالحق هذا هو الذي قصدته من أن الأحاديث هذه من أن المفردات هذه تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية للذين يقولون نحن شيعة محمد وآل محمد في أن يتحرك في الاتجاه الصحيح وأن يستشعر المسؤولية التي تترتب على ذممهم وعلى عواتقهم موسى بن عمران يقول مخاطبا ربه يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فأوحى الله إليه الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلال ذكر آبائهم إلى أن قال والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا جرح وماذا بعد ونقرأ أيضا صفحة أربعمية واحد وخمسين إنه الباب الثاني والعشرون الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من وصية أمير المؤمنين لأصحابه إذا حضرت بلية بلايا الدنيا كثيرة إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت الأموال تأتي وتذهب ولكن النفوس إذا ما ذهبت لن تعوت إذا ما ذهبت بالموت إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة النازلة تكون أشد من البلية إنها المصيبة الأعظم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم فالبلية للدنيا والنازلة للدين والنازلة هي الداهية العظمى المصيبة الأعظم إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم شؤون الدنيا وإذا نزلت نازلة شؤون الدين فاجعلوا أنفسكم دون دينكم واعلموا أن الهالك من هلك دينه هذا هو الهالك هذه الثقافة التي أشرت إليها قبل قليل التي تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية لهذا التكوين الذي أشرت إليه قبل قليل الذي يكون اجتماعيا سياسيا ربما يتشكل في دولة أو حكومة أو مؤسسة عالمية أو مجتمع يتوحد فكره لأجل التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم واعلموا أن الهالك من هلك دينه والحريب الحريب هو الذي سلبت أمواله وما بقي عنده من ماله الكثير ما بقي عنده شيء سلبت أمواله أمام عينيه والحريب من حرب دينه هذا هو الحريب وليس الذي فقد أمواله وإن كان فقد الأموال بهذه الطريقة قد يقتل الإنسان في بعض الأحيان والحريب من حرب دينه هذا هو الحريب ووالله فإن كل شيعي من الشيعة الطوسيين حريب حريب والذين حربوه دينه هم الذين يقدسهم إنهم المراجع اللعناء المراجع الطوسيون الأنجاس وعلموا أن الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه ألا وإنه لا فقر بعد الجنة ألا وإنه لا غنى بعد النار لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها الذي يحشر أعمى ألا وإنه لا فقر بعد الجنة الجنة هي الغنى ألا وإنه لا غنى بعد النار لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها وماذا أيضا صفحة أربعمية واثنين وخمسين إنه الحديث الرابع عن الحسن ابن علي الخزاس قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول قال عيسى ابن مريم للحواريين يا بني إسرائيل الحواريون إسرائيليون كما أن عيسى إسرائيليون قال عيسى ابن مريم للحواريين يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم لا تأسوا على ما فات منها إن المرض إن المرض والبلاء مع محمد وآل محمد هو خير هو خير من العافية والصحة والنشاط مع غيرهم لا أقول مع عدائهم مع غيرهم مع غيره فإن غيرهم قد يكونون أعداءهم وقد يكونون جاهلين بمحمد وآل محمد فلا هم من أعدائهم ولا هم من أوليائهم إن المرض والبلاء مع محمد وآل محمد خير من الصحة والعافية والسلامة والنشاط مع غيرهم وإن الفقر معهم خير من الغنى مع غيرهم وإن الخوف معهم خير من الأمن والأمان إنه أمان دنيوي إنه أمان دنيوي خير من الأمن والأمان مع غيرهم يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذار من أن الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم كل ما تقدم من منطق ومن حديث يكون محكوما في بعض الأحيان بأحكام التقية الصغرى والحديث هنا يشير إليها صفحة 468 إنه الحديث الأول بسنده بسند الحر العامل عن زرارة عن إمامنا الباقر صلى الله عليه التقية في كل ضرورة قد تكون الضرورة دينية وقد تكون الضرورة دنيوية هذا أمر تحدده المصالح والمفاسد والأغراض والأهداف الشخصية لكل مكلف شيعي التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به الحديث الثاني عن التقية الكبرى إمامنا الباقر يقول صلى الله عليه التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له الحديث هنا عن التقية الكبرى فمسارنا في حياتنا الدينية والدنيوية ما بين أحكام التقية الصغرى والتقية الكبرى بحسب ما تم بيانه في الحلقة الماضية أعتقد أن هذه الأحاديث عرضت لكم مفردات هي بمثابة الأمثلة والنماذج مما جاء في أعداد كثيرة من رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم التي تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية لسعي الشيعة لتكوين اجتماعي أو سياسي قد يكون دولة قد يكون حكومة قد يكون مؤسسة عالمية تنظيما عالميا أو قد يكون مجتمعا بناء اجتماعيا واسعا يتحرك في برنامج موحد للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم نذهب إلى فاصل مخطط وجيز عبر دعاء من أدعية الفرج مخطط للتكوين الاجتماعي والسياسي الذي أشرت إليه قبل قليل هذا الدعاء من الأدعية المروية عن إمام زماننا سبكه واضح إنه سبك مهدوي الهندسة الهندسة هي هي هندسة أدعية العترة الطاهرة والألفاظ ألفاظهم المفردات مفردات ثقافة العترة الطاهرة أقرأ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذا الدعاء يرسم لنا خارطة خارطة لهذا التكوين الذي أحدثكم عن ملامحه العام اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيب جمل قصيرة لكنها وضعت لنا برنامجا دينيا وأخلاقيا كاملا إذا أردت أن أقف عند كل جملة من هذه السطور القليلة فإنني سأحتاج إلى وقت طويل جدا أعيد قراءتها وأنتم تدبروا فيها إنها تتحدث عن برنامج أخلاقي وديني يرتبط بهذا الداعي الذي يدعو اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وماذا بعد هنا يبدأ المخطط واضحا وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة بعد أن كان الحديث عن الداعي نفسه وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة هؤلاء غزاة حق أو غزاة باطل إذا كانوا غزاة باطل فما معنى هذا الدعاء أن يكون الدعاء له إنهم غزاة حق نحن لا نتحدث في هذا الدعاء عن زمن رسول الله ولا نتحدث في هذا الدعاء عن زمن ظهور الحجة بن الحسن نحن نتحدث في هذا الدعاء عن زمان الغيبة عن هذا الزمان الذي نحن فيه وعلى الغزاة بالنصر والغلب وعلى الأسراء بالخلاص والراحة هؤلاء الأسراء كيف أسروا إنها حرب وعلى الأمراء هؤلاء هؤلاء أمراء حق أم أنهم أمراء باطل إذا كانوا من أمراء الباطل فلا معنى أن ندعو لهم إنهم من أمراء الحق وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف بالإنصاف مع أمرائهم وفيما بينهم وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واخد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين هذه خارطة كاملة لتكوين مجتمعي وتكوين سياسي لحكومة فهؤلاء حكام وهنا غزاة جيوش وهنا أسرى إنها دولة موجودة على أرض الواقع فاعلة لني أتحدث في عالم الإفتراض بحدود ما تفترضه النصوص أنا لا أتحدث عن مصداق محسوس في الماضي أو في الحاضر أنا أعرض هنا خارطة وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا في هذه الخارطة عن برنامج أخلاقي لنفوسنا وعن تنظيم واضح لكل طبقات المجتمع الشيعي والكلام واضح عن حكام وعن جيوش عسكرية وعن حرب فهناك غزاة ولم يقل الدعاء جنود لأن الجنود قد لا يقاتلون لكنه وصفهم بالغزاة إنهم يقاتلون وتحدث عن أسرى هناك معارك على أرض الواقع وما الأسرى إلا آثار من آثار تلك المعارك هذه المضامين هل جاءت جزافا هل جاءت جزافا من هنا نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان على سبيل المثال من الأدعية التي تقرأ يوميا في شهر رمضان الدعاء الذي أوله اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا إلى آخر ما جاء في الدعاء من الأدعية التي يستحب أن تقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان هذا أول الدعاء اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وماذا نقرأ في هذا الدعاء وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة القتل في سبيل الله ليه يكون ليه يكون إلا تحتراية المعصوم صلوات الله عليه أو تحتراية مرضية عند المعصوم مثل ما مر في رواية المشرقيين فإن الإمام الباقرة قال قتلاهم شهد القتل في سبيل الله سبيل الله محمد وآل محمد سبيل الله علي وآل علي رواياتهم تقول لست أنا أحاديثهم في تفسير قرآنهم هي التي تقول هذا سبيل الله علي وآل علي سبيل الله فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليه وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا نحن نتحدث في زمان الغيبة هذا القتل في سبيله كيف يكون لن يكون تحت راية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لأن المعصوم في ظروف الغيبة التي نعرفها إنه قتل تحت راية مرضية عند إمام زماننا إذا لم يكن هذا موجودا سيكون ذكر هذا المضمون في الأدعية لغوا هل يمكن ذلك هل يمكن أن المعصوم ينظم لنا دعاء يشتمل على اللغ وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقت في سبيلك فوفق لنا وأيضا في أدعية شهر رمضان الدعاء المروي عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه الذي أوله اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف من الأدعية التي يستحب أن تقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وماذا نقرأ في هذا الدعاء وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري وهذا الانتصار قد يكون انتصارا بالوسائل العسكرية وقد يكون انتصارا بالأسباب الاجتماعية وقد يكون انتصارا بالأسباب الإعلامية والتبليغية وقد يكون انتصارا بالوسائل العلمية والمعرفية الانتصار ليس محصورا في الجانب العسكري فقط لكن الجانب العسكرية من العناوين الأولى الواضحة حينما نتحدث بهذا المنطق وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري هذه المضامين متوفرة في أدعيتنا موجودة فيما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كلماتهم الشريفة أعود إلى الخارطة المهدوية الموجزة لاحظوا التقسيم الدقيقة لطبقات المجتمع الشيعي الدعاء ذكر العلاج الناجعة والعنوان الكاملة للبرنامج المناسب لكل طبقة من طبقات المجتمع الشيعي وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة ما هو كزهد مراجع النجف وكربلاء هؤلاء كذابون سفلة لأن الزهد يكسب العلماء الحكمة بحسب ما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الزاهد تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أين هذه الحكمة عند هؤلاء الثولان هؤلاء ثولان ثولان لا يحسنون قراءة صلاتهم لا يحسنون قراءة القرآن يأتوننا بآيات لا وجود لها في القرآن وقد مرت الأمثلة علينا القضية ليست منحصرة بالأمثلة التي ذكرت في هذا البرنامج هذه ظاهرة عامة في واقع حوزة النجف وكربلاء ظاهرة عامة عند جميع المراجع الطوسيين اللعناء ولذا فإن العلماء بحاجة إلى زهد ولا بد أن يكون الزهد حقيقيا لا كزهد السيستان في عباءته الأسطورية وصايته الخرافية ومر الكلام في هذا إنها مضحكة مضحكة مسخرة هؤلاء حينما يراؤون وينافقون بزهدهم الكاذب العلماء يحتاجون إلى الزهد لكنهم يحتاجون إلى الزهد الحقيقي وفقا لموازين دين العترة الطاهرة لا وفقا لموازين الدين الطوسي النجس وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة النصيحة منزلة عالية جدا لن يكون العالم ناصحا ما لم يكن نظيفا ما لم يكن مخلصا ما لم يمتلك رؤية واضحة متسعة كبيرة لأن الذي يعطي النصيحة الصادقة والسليمة لابد أن يمتلك رؤية واضحة فإن الذي لا يمتلك الرؤية الواضحة لا يستطيع أن يمنح الآخرين النصيحة الصادقة النافعة السليمة سيكون كلامه تضليلا للناس ولذا فإن حاجة العلماء تكون ضرورية لهذين الأمرين للزهد لأن الزهد هو الذي يكسبهم الحكمة وأن يكون على مستوى من النصيحة للأمة وهذا لا يتحقق إلا عبر وضوح الرؤية إذا لم تكن الرؤية واضحة فلن يكون العالم ناصحا تلاحظون الدقة في التعابير أنا لا أستطيع أن أقف عند كل طبقة من الطبقات التي ذكرت كي أتحدث عن عنوان البرنامج الذي يكون مناسبا لها وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة حينما يجدون علماءهم زاهدين وناصحين فإن المتعلمين سيكون البرنامج المناسب لهم هو هذا مما يقض مضاجع مراجع النجف الآن تأثر طلاب الحوزة النجفية والكربلائية ببرامج قناة القمار وبدأوا لا يحبون دروس مراجعهم لا يظهرون هذا لكن المراجع أخذوا يستشعرون حالة النفور عند الأساتذة في حوزة النجف وكربلاء وعند طلابهم هذه القضية باتت ظاهرة عامة صحيح أن الأمر لا يحكى عنه في الإعلام ولكن أصحاب العمائم الذين يتابعون حديثي الآن يعرفون حقيقة ما أقول أنا لا أنقل لكم أخاطب أبنائي وبناتي من شيعة قائم آل محمد أنا لا أنقل لكم معلومات لست متأكدا منها بدرجة مئة بالمئة الرؤية عندي واضحة ولذلك دائما أطالبكم أن لا تقبلوا كلام متكلم لا يمنحكم الرؤية الواضحة لأنه لا يمتلكها إنني أحدثكم عن رؤية واضحة وعن معلومات دقيقة صادقة بدرجة مئة بالمئة فاطمئنوا اطمئنوا وإذا لم تكونوا مطمئنين فابحثوا بأنفسكم فابحثوا بأنفسكم ولكن قبل كل شيء احترموا عقولكم احترموا عقولكم وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغب وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة برنامج ديني وأخلاقي ومنهج معرفي وتدريسي وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرض المسلمين بالشفاء والراحة الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر على الحكومة أن تسعى لتوفير أسباب الشفاء والراحة للمرضى هذا الدعاء يدعو به الحاكم والمحكوم ولابد أن تكون العلاقة متسقة متزنة بين الحاكم والمحكوم في مجتمع يراد له أن يكون بحسب هذه الخارطة وعلى مرض المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأثة والرحمة وعلى مشايخنا على كبار السن وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة أية حكمة هذه وأي علاج ناجع هذا وأي بلسم سحري هذا الذي تتكلم عنه هذه الكلمات وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء إنهم الأمراء على حق وعلى الأمراء بالعدل والشفقة كيف يدعو الإمام لأمراء الباطل وأن يرزقوا العدل والشفقة هذا الكلام لا يأتي منسجما مع مضامين الدعاء كله ومع المنطق السليم إنهم الأمراء على حق هذا هو التكوين الاجتماعي والسياسي الذي يكون ممدوحا في سياق الروايات المادحة للقيام في زمان الغيبة في الزمن الذي نحن فيه وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة لا بد أن تكون هناك المؤسسات التي توفر الأسباب للحجاج والمعتمرين بحسب دين العترة الطاهرة له كما يضحكون على الحجاج في بعثات المراجع في مكة والمدينة يضحكون عليهم يضحكون عليهم وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين هذه خارطة مختصرة برنامج وجيز للتكوين المجتمعي والسياسي الذي يكون ممدوحا بحسب ما تقدم من الأحاديث والروايات ويكون عمله ضمن أحكامي وبرنامجي التقية الكبرى نذهب إلى فاصل سأنتقل بكم إلى خارطة يمكنني أن أصفها بأنها خارطة وسيطة برنامج وسيط ما تقدم في الدعاء المهدوي قبل قليل كان البرنامج وجيزا رسالة الحقوق رسالة سجادية نظمها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثانية والثمانين بعد المئة إنها رسالة مفصلة من أراد أن يقرأها مفصلة هي موجودة في هذا المصدر رويت في كتب أخرى ككتب الشيخ الصدوق لكنها جاءت بنحو مجتزع النص الكامل موجود هنا في تحف العقول هذه الرسالة تشتمل على خمسين مادة من مواد الحقوق فهناك أصناف لهذه الحقوق أنا لا أريد أن أقرأ الرسالة بكاملها إنما أذهب إلى موطن الحاجة منها ما جاء في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة إنه الحق الرابع عشر فأما حق سائسك بالسلطان إنه الأمير الحاكم والإمام هنا يتحدث عن حاكم يكون مرضيا فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلا فيك بما جعله الله عليك من السلطان فهل هذا وصف لطاغوت بما جعله الله عليك من السلطان سلطته تأتي متفرعة من سلطة الله فإن هذا سلطان طاغوت فأما حق سائسك بالسلطان وهذه الرسالة موجهة للشيعة في زمان الحضور في زمن الغيبة الأولى وفي زمان الغيبة الثانية نحن نتحدث عن زماننا إنه زمان الغيبة الثانية فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلا فيك بما جعله الله له عليك من السلطان وأن تخلص له في النصيحة فهل هذا من حقوق الطواغيت أن نخلص لهم في النصيحة أم من حقوق أمراء الحق وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه المماحكة المنازعة المماحكة إثارة المشاكل وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله ولا تعزه ولا تعاند ولا تعزه من أنك تحاول أن تنافسه ولا تعزه ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك نحن لا نتحدث عن سلطان معصوم إننا نتحدث عن سلطان يكون في مسار مرضي لكنه ليس معصوما فحينما يرى أن أحدا بحسب تصوره يسبب له ضررا سيتصرف اتجاهه تصرفا قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا ولا تعزه ولا تعاند فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك ولا قوة إلا بالله وفي الرسالة نفسها إنه الحق السابع عشر فأما حقوق رعيتك بالسلطان هذا بيان للسلطان نفسه البيان السابق للرعية ماذا يجب على الرعية أن تفعل ماذا يجب على الراعي أن يفعل فأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قوتك عليهم فإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعفهم وذلهم فما أولى من كفاكه ضعفه وذله حتى صيره لك رعية وصير حكمك عليه نافذا لا يمتنع منك بعزة ولا قوة ولا يستنصر فيما تعظمه منك إلا بالله فهو أولى أن يكون التعامل معه بالرحمة والحياطة والأنات وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرا هذا الخطاب لا يوجه للسلاطين الظلمة وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرا ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه ولا قوة إلا بالله هذا البرنامج مفصل مفصل بالقياس إلى ما عرضته عليكم قبل قليل من الدعاء المهدوي إذن عندنا فيما عندنا من ثقافة العترة الطاهرة عندنا نصوص تمثل برنامجا وجيزا للتكوين الذي أشرت إليه قبل قليل وعندنا نصوص تمثل برنامجا وسيطا فهذه الرسالة مفصلة بالقياس إلى الدعاء الذي مر ذكره علينا قبل قليل إنها رسالة الحقوق تشتمل على خمسين حقا لذا في آخر الرسالة ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك إذا أردنا أن ننظر في تفاصيل رسالة الحقوق هذه فإننا نجد أن الحق الأول هو حق الله الأكبر ثم حق نفسك عليك ثم حق لسانك ثم حق سمعك ثم حق بصرك ثم حق رجليك ثم حق يدك ثم حق بطنك ثم حق فرجك ثم حق صلاتك ثم حق صومك ثم حق صدقتك وبعد ذلك يأتينا الحديث عن حق الهدى هذه المضامين هي هي التي مرت في السطور الأولى من الدعاء المهدوي وبعد ذلك يأتي الكلام عن حق سائسك بالسلطان إنه الحاكم وعن حق سائسك بالعلم إنه العالم وعن حق سائسك بالملك هذا الكلام مختص بزمان الأئمة يرتبط بالعبيد إنها حقوق المالك على العبد ثم حقوق الرعية حق الرعية بالسلطان إنها حقوق المحكومين وحق الرعية بالعلم إنهم التلاميذ الدارسون إلى سائر التفاصيل والعناوين التي تصل إلى خمسين حقا مثل ما قال إمامنا السجاد فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك أئمتنا لم يتركون لقد وضعوا لنا البرامج الموجزة ووضعوا لنا البرامج الوسيطة المفصلة بالقياس إلى البرامج الموجزة ووضعوا لنا البرامج الطويلة الطويلة والتي تحتاج دراستها إلى سنين إلى سنين نذهب إلى فاصل الصحيفة السجادية الكاملة هذا هو البرنامج الطويل الذي أقصده أنا لا أتحدث عن مجموعة كتب عرفت بالصحائف السجادية جمعها علماء الشيعة فتلك الصحائف جمعت من أدعية متناثرة في كتب الأدعية والجوامع الحديثية الحر العامل مثلا جمع مجموعة من أدعية الإمام السجاد وهي كثيرة أدعية الإمام السجاد لكنه جمع أدعية من أدعية الإمام السجاد ليست موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة وعرفت بالصحيفة السجادية الثانية هذه صحيفة جمعها الحر العامل وهناك الصحيفة السجادية الثالثة جمعها المل عبد الله أفندي من تلامذة المجلس وهناك صحيفة سجادية الرابعة جمعها المحدث النوري إنه صاحب المستدرك الكتاب المعروف وهناك صحيفة سجادية خامسة جمعها محسن الأمين العاملي وغير ذلك أنا لا أتحدث عن هذه الصحائف التي جمعها علماء الشيعة إنما أتحدث عن الصحيفة السجادية الكاملة التي تعرف بهذا الإسم وهي التي كتبها إمامنا السجاد بقلمه بيده وجعلها في مكان واحد في مصحف واحد في صحيفة واحدة إنني أتحدث عن هذه الصحيفة فلا يختلط عليكم الأمر الصحيفة السجادية الكاملة برنامج طويل موسع كل دعاء من أدعيتها يمثل مقالا تفصيليا نحن بحاجة إلى مدة زمانية طويلة لشرح وبيان مضامين أدعية الصحيفة السجادية الكاملة مشكلتنا نحن مراجعنا حمير هذه مشكلتنا مشكلتنا مراجعنا حمير بتمام معنى الكلمة لقد حرفوا عناوين الأدعية في الصحيفة السجادية الكاملة أذكر لكم مثالا دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهم السلام هؤلاء وحق الزهراء حمير أتحدث عن كبار مراجع الشيعة لأن هذا هم الذين فعلوا دعاؤه عليه السلام دعاء السجاد لأبويه عليهم السلام لأبويه للحسين سيد الشهداء الذي هو أبوه ولأمه الطاهرة التي ولدته ماذا نقرأ في الدعاء هل أن الإمام السجاد يقول عن الحسين هكذا وعن أمه أيضا ولكن الكلام عن الحسين بالدرجة الأولى وأستكثر بالرهما بي وإنقل فالإمام يدعو أن يكون حاله هكذا أن يرى بر أبيه به كثيرا وإن كان قليلا فهل كان بر الحسين بالسجاد قليلا وحق الحسين حمير مراجع الشيعة وحق الحسين حمير لأنهم هم الذين كتبوا وحتى حينما شرحوا شرحوا الدعاء على أنه لأبويه دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام وأستكثر برهما بي وإنقل وأستقل بري بهما وإن كثر هذا منطق معصوم يتحدث عن أبيه المعصوم يتحدث عم عن الحسين فهل هذا منطق السجادي يتحدث عن الحسين هكذا وأستكثر درهما بي وإنقل وأستقل بري بهما وإن كثر ثم ماذا يقول اللهم وما مسهما مني من أذن فهل كان الإمام السجاد الإمام المعصوم يؤذي أباه الحسين اللهم وما مسهما مني من أذن هذا أنا هذا أنا وهؤلاء أنتم هذه أدعية نظمها الإمام السجاد لمجتمع شيعي هذا المجتمع الشيعي يمثل تكوينا ممدوحا يأتي في سياق الروايات التي تحدثت عن قيام عسكري أو عن تأسيس دولة وإنشاء حكومة في هذا السياق الإمام ما كان يدعو بهذه الأدعية هذه الأدعية نظمها كي تكون برنامجا لتأسيس مجتمع شيعي يكون همه الأول أن يمهد للمشروع المهدوي الأعظم اللهم وما مسهما مني من أذن أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق الإمام السجاد يضيع حقوق الحسين فاجعله حطة لذنوبهما والحسين عنده ذنوب تحط عن اللهم وما مسهما مني من أذن أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسين سنات اللهم وما تعد يا علي فيه من قول الحسين يتعد على السجاد بالقول اللهم وما تعد يا علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل الحسين يكون مسرفا أو ضيعاه لي من حق الحسين يكون مضيعا للحقوق أو قصر بي عنه من واجبين الحسين يكون مقصرا في واجباته فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما فإني لا أتهمهما على نفسي ولا أستبطئهما في بري ولا أكره ما تولياه من أمري يا رب فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاص أقاصهما بعدل السجاد يقاص الحسين بعدل في محكمة الله أي منطق هذا وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل إلى أن يقول في الدعاء ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون هل يمكن أن يأتي الإمام السجاد يوم القيامة في أهل العقوق هذا الدعاء لي ولكم ولكننا ابتلينا بالمراجع الكبار الحمير بالبغال والأباعر من أصحاب العمائم الطوسية الإبليسية العباسية القذرة وهكذا ثقفونا بثقافة الضلال هذا إلى أن يقول الإمام السجاد بحسب ما هم يقولون أتحدث عن هؤلاء السفلة الحمير من مراجع حوزة النجف وكربلاء اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إن من آناء ليل وفي كل ساعة من ساعات نهار اللهم صل على محمد وآله واغفر لي بدعائي لهما واغفر لهما ببرهما بمغفرة حتما وارض عنهما بشفاعة لهما رضا عزما فهل الحسين داخل في شفاعة السجاد أي منطق هذا أي منطق هذا وارض عنهما بشفاعة لهما رضا عزما وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما فيه وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك هل هذا لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يدعو لأبيه المعصوم كل أدعية الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها لا علاقة لها بالإمام السجاد الإمام السجاد هو الذي نظمها وهو الذي كتبها بخط يده وبقلمه إنه برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون وما كان لم يتحقق هذا المجتمع مثل ما كان يفترض للأمة أن تعمل بمنظومة بيعة الغدير لكن الأمة غدرت الشيعة كذلك الشيعة غدر بعهود الأئمة صلوات الله عليه وهذا هو بيان إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة حيث يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أمة هؤلاء مراجعها كيف توفق أن تعمل بمثل هذا البرنامج وكيف توفق أن تفهم هذا البرنامج فهموا الأدعية وفهموا المضامين بنحو خاطئ يقرؤون الأدعية ولا يفهمونها إنهم حمير 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 وحق الحسين حمير حملوا حقائق القرآن ثم لم يحملوها حملوا حقائق كلام أمير المؤمنين ثم لم يحملوا حملوا حقائق ما جاء في الصحيفة السجادية ثم لم يحملوا لأنهم حمير حمير هذه هي الحقيقة وأدل دليل على هذا الصحائف السجادية الصحيفة السجادية الكاملة موجودة في بيوتكم فقرأوا عنوينها هذه العناوين هي التي تبرمج ذهن القارئ العنوان مهم جدا لقد وضعوا العناوين الضالة الخاطئة والأمر هو هو يجري في سائر الأدعية التي تضمنتها الصحيفة السجادية الكاملة ما قرأته عليكم من الدعاء للوالدين هذا كلام خطير جدا من المنظور العقائد أن نقول دعاؤه دعاء السجاد عليه السلام لأبويه هذا كفر كفر في موازين العقيدة الحق هذا الدعاء للأبوين وانتهينا إنه دعاء جاء في مجموعة أدعية الصحيفة السجادية والتي كتبها إمامنا السجاد لنا هذه هي الحقيقة من الآخر والأمر هو هو يجري مع سائر الأدعية الأدعية التي نظمت في الصحيفة السجادية المباركة لا تتناسب مع مقام الأئمة إنها تتناسب مع شؤوننا نحن من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة فيها هذا برنامج 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 لكن الشيعة لا يفقهون لا يفقهون وكيف يفقهون وهم حمير حمير كيف يفقهون كيف يفقهون نذهب إلى فاصل الدعاء لأهل الثغور هذا الأمر واضح جدا واضح جدا هناك قوة عسكرية وهذه لا تكون إلا في دولة على أرض الواقع لا تنصت إلى المراجع الحمير إلى مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء يقولون لكم من أن الدعاء لأهل الثغور هذا دعاء الإمام السجاد لجيوش بني أمية لعنة الله عليه هؤلاء حمير لا يفقهون ما يقولون فهل أن الإمام السجاد هكذا يدعو لجيوش بني أمية أنصتوا أنصتوا عندكم عقول أو ما عندكم مضحكة أنتم لازلتم تحترمون الحميرة الكبارة في النجف وكربلاء مضحكة أنتم مضحكة أنتم اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون هذا الكلام يمكن أن يقوله الدعاء لكل أحد ويمكن أن يقوله الإمام السجاد لكل أحد ولكن ماذا نصنع مع العبائر الآتية اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم هذا الكلام لا يصدق إلا في حق أصحاب الحسين أصحاب الحسين المجموعة الوحيدة التي كانت ترى مواقعها في الجنان وهذا أمر نحن نعرفه مخالف أهل البيت لا يصدقون نحن لا نعبأ بهم لا نعبأ بهم وما علاقتنا بأولئك الأعراب الذين بصريح القرآن لا عقل عندهم لا عقل عندهم في سورة الحجرات فإن أكثر الصحابة لا يعقلون لا يعقلون فإن أكثرهم لا يعقلون هذا الكلام جاء واضحا في سورة الحجرات أصحاب أصحاب الحسين هم الذين كانوا بهذا الوصف فهل من المنطق أن الإمام السجاد يدعو لجيوش بني أمية أن يكونوا بهذه المنزلة واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشرب والأشجار المتدلية بصنوف الثمر هل هذا الكلام منطقي يا أيها الذين تقولون إننا شيعة هل يدعو الإمام السجاد بمثل هذه المضامين لجيوش بني همية هذا الموضوع سأعود إليه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي نقف بعض الوقت مع هؤلاء الحمير أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء وعن كبار خطباء النجف وكربلاء وعن كبار المؤلفين سأضرب لكم أمثلة وبالوثائق والحقائق والأدلة الواضحة ما نحن نتحدث عن حوزة الحمير فلابد أن نشير إلى الحمير هؤلاء يقولون من أن الإمام السجاد يدعو لجيوش بني أهوية هذا الدعاء نظمه إمامنا السجاد لمجتمع لدولة شيعية يفترض أن تكون لكننا ما وجدنا لها لا عينا ولا أثرا في ماضينا الشيعي وفي واقعنا الشيعي فهذا الدعاء لهذا التكوين الممدوع الصحيفة السجادية الكاملة برنامج برنامج كامل اجمعوا بين هذه الحقائق بين الدعاء المهدوي وما ضربته لكم من أمثلة من أدعية شهر رمضان وبينما جاء في رسالة الحقوق السجادية مع الصحيفة السجادية الكاملة ألا تلاحظون أن الإمام السجاد هيئ الدستور كاملا والقوانين بنحو واضح فوضع لنا رسالة الحقوق ووضع لنا الصحيفة السجادية الكاملة رسالة الحقوق كتبها بيده الصحيفة السجادية الكاملة كتبها بيده صلوات الله وسلامه عليه فهذا الدعاء الدعاء لأهل الثغور يعطينا برنامج تعبئة عسكرية إنه يتحدث عن المخابرات والاستخبارات العسكرية إنه يتحدث عن الحرب النفسية مع الأعداء إنه يتحدث عن الأسلحة بكل أشكالها لقد تحدث عن أسلحة الدمار الشامل هذا الدعاء تحدث عن كل المضامين لست بصدد شرح عباراته لأن الدعاء طويل شرحه يحتاج إلى عدد من الحلقات الدعاء تحدث عن العقيدة العسكرية التي يجب على هؤلاء أن يتحلوا بها الدعاء ما ترك شيئا يرتبط بالجانب العسكري إلا وأشار إليه ولقد تحدث عن الميرة عن اللوجستيك العسكري تحدث عن ميرة هذا الجيش وعن ميرة الأعداء أيضا الدعاء مشحون بالمعلومات هذا البرنامج العسكري الذي أودعه الإمام السجاد في الصحيفة السجادية الكاملة من ضمن برنامج طويل مفصل في هذه الصحيفة كل هذا يشير إلى التكوين الاجتماعي والسياسي الممدوح في سياق الروايات المادحة للقيام والنهوض زمان الغيبة الطويلة في المقطع الزماني الذي يبدأ من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني مثلما قسمت لكم الزمانة الدينية الشرعية بالنسبة لنا ألا تلاحظون أن المطالب بمجموعها منذ أن حدثتكم عن هذا الموضوع وإلى هذه اللحظة ألا تلاحظون أن المطالب تشكل بناء واحد متكاملا تشكل وحدة منظومة من المعطيات ابتداء من الأسس وانتهاء بكل التفاريع والتشقيقات التي ترتبط بحياة المجتمعات وبحياة الأفراد الصحيفة السجادية الكاملة برنامج مفصل في جميع الاتجاهات في الاتجاه الاجتماعي في الاتجاه الاقتصادي في الاتجاه السياسي في الاتجاه العسكري في الاتجاه العقائد العميق في الاتجاه الروحي في الاتجاه الاخلاقي التربوي في جميع الاتجاهات والأدعية ما تركت موضوعا مهما من موضوعات الحياة إلا وتناولته ابتداء من العناوين وانتهاء بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة جدا التي ذكرت في طوايا الأدعية والمناجيات السجادية في هذه الصحيفة المبارك نذهب إلى فاصل ماذا تقولون عن هذه الكلمات حينما يقول إمامنا السجاد اللهم وامزج مياههم بالوباء هذه أسلحة للحرب الشاملة أسلحة شاملة هذه أسلحة الدمار الشامل هذه مصادق منها اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء الأدواء الأمراض الأمراض القاتلة وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف هذه العبائر أليست قريبة من زماننا الإمام يتحدث في زمن لا يستطيع الناس أن يتخيل شيئا مما هو في زماننا اليوم لكن ألا تجدون أن العبائر تقارب واقع اليوم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وفرأها بالمحول واجعل ميرهم هذا هو اللوجستيك واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنح حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم وبعد ذلك انظروا إلى هذه العبائر هل يمكن أن تكون صادقة بخصوص بني أميه اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك فهل الأمويون من أهل ملة الله هؤلاء حمير مراجع النجف وكربلا وحق الحسين عمير اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك فهل الأمويون من أتباع سنة الله ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فهل هذه أهداف بني أميه فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب أي أصحاب هؤلاء الذين يتخيرهم الله لخلفاء بني أميه وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة إلى أن يقول الإمام السجاد وأيده بالنصر وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم يا مراجع النجفي أنتم الأئمة لا يسددونكم فكيف تقولون من أن الإمام السجاد يدعو لخلفاء بني أمية بالتسديد وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك هل هذا الكلام يقال عن الأمويين ألا لعنة الله على حوزة النجف كم هي قذرة وكم هي جاهلة وكم هي سفيهة وكم هي سخيفة ما هذا هو منطقه يقولون من أن الإمام السجاد كان يدعو لبني أمية بهذا الدعاء غدا 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 سآتيكم بسلسلة أجر فيها رقاب الحمير غدا غدا سأعرض لكم حميركم كبار حميركم من كتبهم من كتبهم ومن مواقعهم الألكترونية وبالفيديوات فماذا تقولون ماذا تقولون يا أتباعهم يا أتباعهم ذكروهم 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 بحالهم وعرضوا لهم الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان راحت قال لي أتباع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني باش اشي عمر تركبهم وتقول لهم ذيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتباعهم خمسة قلت للمستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاقا أهمي شيني مثل ما ردون خلاقا أهمي شيني كتبقوا لهم وكان حالة أسمان فقوش ديخ عربيق وش ونص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عربيق قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا مو علميش ما ليه هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا الواقع الشيعة إمامنا السجاد غطى جميع الجهات فكتب لنا رسالة الحقوق وكتب لنا الصحيفة السجادية الكاملة وجاءتنا بياناته إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة التاسعة والسبعين بعد الأربعمائة إنه الباب الحادي والثلاثون الحديث الثاني حديث طويل ما قاله إمامنا السجاد لأبي خالد الكابلي هذا هو البرنامج الإجمالي لأي شيء لمشروع التمهيد لإمام زماننا في هذا التكوين الذي تحدث عنه الدعاء المهدوي وأشارت إليه أدعية شهر رمضان رسالة الحقوق مضامينها تشير إلى هذا التكوين الصحيفة السجادية الكاملة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأنهم يشكلون هذا التكوين لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة وليس كهؤلاء الأباعر في النجف وكربلاء الذين يقولون من أن الدعاء للأبوين هو دعاء الإمام السجاد لأبوين ومن أن الدعاء لأهل الثغور ودعاء الإمام السجاد لبني أمية هؤلاء هؤلاء حتى إذا ما وصفتهم بوصف الأباعر فهو كثير عليه كثير عليه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان في زمان ذلك التكوين بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو برنامج تمهيدهم للمشروع المهدوي الأعظم يمتلكون من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة فهذا التكوين الاجتماعي والسياسي أكان دولة أكان حكومة أكان مؤسسة عالمية أكان تنظيما عالميا أكان بناء مجتمعيا موحدا في السعي للتمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله عليه هذا هو الملخص الجامع والشامل والكامل لبرنامجهم الإعلامي والتعليمي والتبليغي والتربوي كي يضع الحقائق أمام الناس أمام الناس وكي يوجه أنظار الخلق بحدود استطاعتهم إلى الإمام القادم إلى المشروع المهدوي الأعظم إلى يوم الخلاص إلى يوم الخلاص انتهى وقت الحلقة ولا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومع عرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر